السلام عليكم. اليوم قد نعمل معكم واحد الاكلة لديدة بزاف. هاد الاكلة كتشباه لبزاف. لواحد الاكلة شعبية ديال المصريين. اللي هي الطعمية والطعمية كتدر بالفول ليابس. وهادي بالحميس الفلافي اللي يقولونها. تقليدية في مطبخ الشرقي ومعروفة الاصل ديالما يجي من مصر. معروفة بزاف. اه الاكلة شعبية عندهم. ولديدة بزاف بزاف. اه الريحة ديالة في حل مطق ديالة. في حل كتتتكلو للحم. في حل كتتتكلو شوى. اه ما رفقها با بلاسوس ديال اه الطعمية. وعندي هيا الهريسة ورفقتها بشلاضة. كتجي لديدة بزاف زاف رفقتها مع البرباء والقرعة يعني شوية. ولوبيا كتجي لديدة زاف زاف وما تقولوش بانك تتكلو الحميس يعني اللي يكل معكم اه يسحبلو باندل الحم. نخليكم مع الطريقة وفرجة متعة. عندي هنا في المكونات عندي هنا خمسمائة جرام ديال الحميس رقة توليلا كاملة وعندي هنا اه ثلاثة البيطات وعندي هنا بصلة كبيرة وعندي ازلافة ديال البقدونيس مفرم وعندي هنا يتواب الملعقة كبيرة ديال اه فف الحمراء واليبزار والكيمون وعندي الهريسة الملحة وشويه يجدل راس الحانوس. من العقم العقم من حاجة كبيرة. غادي نطحن ديك الحميس نطحنو مزيان في مونينكس. اي مونينكس زي عندكم ولا اطحانة. اطحنوها مزيان. بعد ما اطحنت ديك الحميس اطحنتو على الشكل هذا. يعني ما اطحنوش يمزين وتخليوها شي طروفة. سوف ينضيف ديك بصلة كبيرة. اه مقطع على الشكل هذا. وغادي نضيف هاد المعقنوس. يعني واذا بغيتوا يعني من اللي تخلطو البصلة والمعقنوس وتطحنوه مع بعض. يعني تها ديك فكرة مزيان. غادي نضيف ديك التوابيل ملعقة ملعقة ملحاجة كبيرة ملعقة كبيرة. وعندي هنا ملحة والهريسة. اه عندي هنا واحد شويش الهريسة ولي كي بغي الحر يزيد الحر. يعني لي كده يعجبو الحر يزيد. صافي غادي نخلط مزيان. وغادي نضيف له واحد ثلاثة الملاعق ديال الدقيق. نسيت ما اذكرتوش في في المقادر. عندي هنا تلاثة الملاعق ديال الدقيق. صافي وغادي نخلط الكل مزيان. يعني حتى اللون دياله ما كيعطيكش بانك اه عندك اه عندك ملح حميس يعني كيتغير بزاف. مع ديك فف الحمرة اللي عملنا. صافي غادي نخلط ديك ثلاثة دلبيطات غادي نخلطهم وغادي نبقى نعمل بشويش على حسب اه الخالد. يعني ثلاثة البيطات اللي هزت لي صافي. صافي وغادي نخلط بشويش بشويش حتى نسهلي ديك الكيمية دلبيطات اللي يعني ديك الخالد للبيطات. صافي دا با غادي نكورهم منشكل الكويرات. بعد مسالي تحرك دياله دا با غادي نكوره وغادي نشكل كويرات. دا بغاوتي تعدلوهم طوالي نكتعدلوهم على حسب اللي بغيتوا تشكلوهم نكتشكلوهم عادي. صافي نشكلتم هيدا كبارين يعني جاء من منظر ديالهم مزيون كبارين هيدا. صافي غادي نستمر هيدا حتى نسهلي هاد الكمية اللي عندي كاملة. بعد مساليته غادي نسخن الزيت. مقلاخ سدروري تتعمر باش ما يتحرقوا لكم بشي باش يتغطوا بالزيت. يعني هما مك يشربوشي الزيت وخعملتو زيت بزف يعني كتبقى في مقلة ما كت يعني ما كتشربشي مرة. صافي غادي ما نحركم بشي انا نحركموشي شويش هيدا بالمقلة. حتى يشبرو فراشو عادنا منهم واحدة حريكة شويش وغادي نزولو. يعني حتى يتحمرو. ما كيتفسخوشي مرة في المقلة يعني في حلي كتكوروهم كيبقوا هيدا. صافي بعد ما تحمرو لي دا با غادي نقلوهم واحدة قريبة وصافي غادي نحيدو هالشكل ديالو بعد ما تقلو كيف كيجو يعني ما ما كيتفتحوشي مرة كيجو في حل كفتا. مضاق ديالو من الليت بزف بزف وفي حلي كتاكلو الحماشي الحمس. صافي غادي نستمر هايدا حتى نسالي هاد الكمية اللي عندي. بعد ما ساليت هاد الكمية اللي خرجت لي جيبت هاد العواد ديالشواء غادي نعملو انا هاد الطريقة ديال يعني هادي كاضافة وصافي ما اولا تعملو غفط طبصي العادي وتقدموهم. انا غادي نستمر هايدا نبقى نغرز اه في حل شواء يعني ها نعملو كل واحد نعملو اربعة اه ديال الحبات كيجو في حل شواء كيجو في حل كفتا يعني مزيوني بزاف ولداد ينو مفيدين الصحة وفيهم الحمس معروف بالمنافع ديالو ولما كيعجبوش الحمس هاد الاكلة غادي اه غادي اكلة ما غاديش يحس بدك اه الحمس مرة انا غادي استمر هايدا حتى نسالي هاد الكمية كاملة اللي عندي بعد مثالتا زي انتب بشويش ديال الخاص اه ورافقتا بشلاضة عندي هنا يا البربا واللوبية والقراع والبنجل اه شحرتهم في غرفه الفرن وصافي وزينته بالورق ديال الخاص من بعده وزينته يعني انت خشيت اه فيها ديك اه الكوائرات وزولتهم وضيفت له ديك الخاص يعني اتى الاخر عاد فكرت اه ديك فكرة صافي كان رفقوها بالميونيس بشويش ديال بقدونيس ديك الخضورية يعني كيجي منظر دياله مزيون وكيعطيه العين كنتمنى تكون اه الوصفة تكون عجباتكم ما كراتش تجربوها الديده بالزبزف نخليكم الى الفيديو القادم ان شاء الله بسلام عليكم